اشتركوا في القناة يحط في الاعتبار انه انت شفت الفيديوهات اللي قبلها ففي اذا في اي شي ما فهمتو او ما عرفتو او معنى كلمة ما جات على خاطرك ولا ما فهمت اش معناها ارجع للفيديوهات السابقة وتفرج عليها بالترتيب وان شاء الله ما توصل هنا لو انت فاهمة من اولها لاخر اليوم حنتكلم على اعرف الكاونتر والماتشابس والعب بمجموعة شعب رقم 7 ورقم 8 رقم 7 يعني موضوع مرة بسيط وسهل الفكرة الاساسية فيه انه والله ما تبقى تنحط في موقف انه الشامبيون اللي تلعبه يسير لبان وتورط مع عندك اي الشامبيون ثاني او التييمة الثاني اللي قدامك يختاره ما تقول سوي ولا شي او انه والله الشامبيون او اللين الانمي المقابل اللي قدامك اختار شامبيون يكون ترك 100% فما حتقل سوي اي حاجة فدائما تخلي في اعتبارك او حاول قد ما تقول انه تعلم على اثنين لأربعة شامبيونز في كل رول مش في رول واحد في كل رول عندك اثنين لأربعة شامبيونز انت متمكن منهم وكويس فيهم جدا على اساس لو صارت يعني لو انحطيت في موقف انه احد اختاره ولا سواله بان ولا اختاره واحد كاونتر يصير تغيره تلعب على الشخصية الوتي بي كفكرة او اللي هو الوان تايم اللي انه انت تلعب شامبيون واحد فقط من الى ناجحة ما فيها كلام بس لازم يكون شامبيون ما هو في البان ليس كل يوم يتبنت يعني ما تجري تلعب ياسود حين وتقول انا ابغلعب اوتي بي ياسود واكون بس الشامبيون هذا وهو كل يوم يتبنت ما احد يكرر تلعبه فيه فيه ناس معروفين كبار من المشاهير لعب اوتي بي يلعب شامبيون واحد الين يوصل ماستر شالنجر ولا ماستر زي كواس لما لعب بناسوس ولا زي سرشيز اظن لما لعب بسنقد اذول تشامبيونز ما احد يختارهم ولا احد يبنتهم ولا احد يحطهم في حساس ولا هم في الميتا فهو يلعب فيها ومتأكد انه تقريبا كل يوم حياخدها فاعرفينه في معنى الموضوع التاني اللي هو اعرف الكونتر والماتش طبعا كثير منكم هيسألني هايقول لي ايش الكونتر حق الشامبيون فلاني اعطينا اذكر لنا البعض حق الكونتر حق كل لشامبيونز وهذا مش اللي انا ابغى ابغى اوصله اللي ابغى اوصله اليوم طرح لو تم تعرف الكونتر لأي تشامبيون تروح لو الكاونتر ولا تروح لك أي واحد من موقع هذا شوف لك الكونتر انا اليوم ابغى نبطنا تعلم مع بعض كيف نعرف أنه هذا counter على أية أساس هذا صار counter ليه هذا يعتبره counter ومشرت على champion على champion على الماتشاب على اللين الكامل اللي قدامك إذا كنت بطلين على اثنين أو على حتى ك quit em composition تروح على low counter تروح على champion that gg تروح على على أي موقع تختار أي champion خلي عليك والله هذا الآدم كويس قدام الناس هذه ما هي كويس قدام الناس هذا هو top champions that counter Arthrox هذا أو لا هذا بالنتائج. روح هنا او مين اللي كونتر ازريل? او باي دفولت يقول لك. طبعا مش ارتكم مية في المية. ويرطيك حتى كومنتات وشروحات وتيبس ايش تسوي عشان تصير حسن مني. عشان عشان تتخطى. فهذه ما يحتاج نسألها كده سؤال مباشر. سهل. اي واحد بيرف كونتر محدد اسهل طريقة تروح بالطريقة هذي. طب ليش صار كيف كيف هذا هذا. او الماتشاب هذا. صار كونتر. هذا اللي لازم. هذا اللي بحاول اوصله اليوم ان شاء الله. ايش يعني ماتشاب? ماتشاب يعني انت الشخص اللي اخترت انت في البوتلين مسلا او في المدلين اخترت شخص وفي واحد قدامك اختار شخص تاني. ايش الماتشاب? لما نقول له ايش كلمة ماتشاب? معناها هذا فيرسز هذا. هذا ضد هذا. ايش مين احسن? مين اقوى? مين كونتر الثاني? مين احسن من الثاني? هذا احسن. بس. فلما لما نقول لما نجيب كلمة ايش الماتشاب حقي مين الناس اللي قدامي او كيف ادائي مع الناس اللي قدامي كشخصية مش كلعبي انا كانسان لا الشخصية الشخصية او الشخصيتين اللي قدام بعض ان كان في البطلين السبورت والا دي سي والسبورت والا دي سي الماتشاب هذا كيف يتعامل معه لانه بنتكلم عنه اليوم نظرية اساسية في القيم هذا نظرية هذه ما هي نظرية مخترعة يعني جابوها الشباب وتعربوا يعني المجتمع اللولي اجتمع واتفقوا عليها وحتى ريوت نفسهم لما تبني اي شخصية في القيم ولا تبني مجموعة ماتشاب يمشوا على النظرية هذه النظرية القديمة والنظرية الجديدة النظرية القديمة كانت حاجة اسمها الاس بي اس بي كي رايانجل مثلث اس بي كي ايش اس اس معناها الحالة هذه اس معناها سستين بي معناها بوك وكي معناها كل سستين معناها كل يقدر يهيل كثير يرجع في الليل لما يكون سراكة مثلا او لما تاخد شامبيون وتاخد عليه وورلورد كل ما تضرب ضربة ترجع الكثير هذا فكرة أسسسين أسسسين أنه يضرب ويرجي هلت يضرب ويرجي هلت يضرب ويرجي هلت أوكي البوك هذا اللي هو زي والله مسلاً إزريل ولا كارما ولا جيس يضرب ضربات متقاربة يعني من مسافات بعيدة فالضربات هذه يقدر يسويها فريكونت لكل شوية وتضرب شوية شوية يعني مو يخش على طول ويضرب يفجر من 100 لصفر لا يضرب ضربة بسيطة ضربة بسيطة ضربة بسيطة ضربة بسيطة. لما يكون هذا حقي الادم اللي قدامه واطي يوصل. وبعدين عندنا الكل. الكل اللي هو آآآ آآ آآ آآآ رينجار. الشامبيونز هدول اللي هم عندهم الكبيريت ان هو يروح اللي يديك من فل صفر. اوكي. فهادي ككونسبت كل تشامبيون في القيم ينحط في واحد منهم. وكل ماتشاب في القيم ينحط تحت واحد منهم. وكل حتى كامل في القيم. ايش يعني 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 التيمة الكامل حق كله الخمسة الاشخاص ينحطوا تحت واحد منهم. هادي كانت القاعدة الاساسية وده حين صار فيه منها حاجة جديدة اللي هو الاس بي دي كي سكوير. اوكي? وحاتكلم على اتنين بالتفصيل الممل. واحقول ايش الفرق بين القديمة والجديدة. ورده نفس الطريقة اوكي? اضافه اللي هي الدي يسموها او او طيب. كلا نعرفين اي شباب. او اذا ما نعرف. ال 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 الكل يفوز على السستين. والسستين يفوز على البوك. والبوك يفوز على الكي. اوكي? هذه كانت القاعدة القديمة في سيزن ثلاثةة والأربعة وخمسة. او ما زالت ترى مستمرة يعني اذا اذا يعني مو شرط تتعامل مع التيم التي هما ال الديس انجيش. مين تتشامبينزك? ق trosلي. هم ممكن يطالع على كل. نقول والله عندنا. نطالع على لين واحد. سهل. على البطلين. نقول دريفن وليونة مسلا. دريفن وليونة اكيد مية في المية. هيكتلوا. هيقدروا يفوزوا على. ينسوا بالطريقة هذه. على فين ونامي. ليش? لانه فين ونامي ايش نظامهم? يبغوا يفرموا بشويش 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 بشويش. وكل ما تضربهم يرجعوا يهيلوا. بس دريفن وليونة يقدر يخشوا عليك الاتنين. يسهولوا اكستن. يقتلوك من مية لصفر. في 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 دخلة واحدة. صاهمين? اه نفس الشي سستين نقول احسن زي ما قلنا. احسن من ايش يعني سستين احسن من بوك نقول ممكن ازريل. بلاش برضو. نمشي على نفس النظام عشان ما نخبر. نامي وفين. هيقدروا يفوزوا على. ازريل. المسل. طبعا يا اسش انا بتكلم على. ايش يعني تشامبيون كت. يعني والمهارات حقها تشامبيون كت. مو بتكلم على اللاعبين. اللاعبين, اه انا ازريل العب احسن من اي فان? يعني احسن من ناس كثيرة حفوز عليه حتى لو هو اختار حقي. انا ما بتكلم على عن الفكرة هذه. بتكلم على فكرة فقط التشامبيون كت. ننسى موضوع تحيب احد بيلعب piilعب وراء التشامبيون Language. طبعا اللاعب المحترف ما بيفرق. او اللاعب الكويس ما يفريقش اللي يلعبوا. تقريبا اذا الادم اللي قدامه وقل منه خبرة وقل منه علم. هيفوز عليه ايش ما كان. ها بنتكلم على اساسية في الجيم كده. او او نظرية زي ما قلنا. الجيم مبني عليها. تمام? ونفس الطريقة قلنا يفوز على الكل. ليش? لانه الكل دايما طلعت دايما طور الوقت تقريبا. اه سوري. ازرير وكارما. الرينج حقهم اوطى من الرينج حق الكل. فالفكرة في في انهم يضربوا من بعيد. يعني كل شوية يجي بيقرب واليجي بيحط الاكس في الارض. ازرير يضربوا كارما. ازرير يضربوا كارما. ازرير يضربوا كارما. ازرير يضربوا كارما يضربوا لينما هلتوا ينغس. بعدين يخشوا عليه. اليوم ما تقرد توصل لهم. دريفن ما يقدر اوصل لهم. برضو كنظرية يا شباب. اوكي. فهذه القاعدات القاعدة الاساسية وراء الجديدة منها اضافوا عليها بس حاجة جديدة اسمها ايش نقول نفس الشيء احسن من الفوق احسن كل ما زال تستين يفوز على الفوق كل احسن انضاف جديد اضاف جزء جديد اللي هم كثير طارق رام جانا انا كمان راقص اللي تجي تخش عليهم كده اجباري هم يطلعوك يطلعوك تيم حقهم جانا اذا انت جيتوا كلكم داخلين عليها جانا تفك التورنيدو تفك الالتي والتيم حقها هيقدر يرجع ممكن يجي يسوي الالتي حقته بروم يسوي الالتي حقته يطيركم بعيد فلو انتو تيم لازم تبتدخلوا عليهم يقوم هم يدفوكم يرجع اوكي طيب فايش الفكرة من الكلام اللي قلتو هذا كله انه والله زي ما قلت لكم كل ماتشب في الجيم وكل ماتشب في الجيم حيطيح وسط واحد من الوطاق وهنا نرجع bunker الفكرة انه انا قلت لكم انا من يوم ما عرف الشامبين هذا الشامبين هذا السستين انا عارف انا احسن قدام مين انا�كاونتر مينام انا عارف احسن من مين ف atumps خلاص لو اعرفت ان الحامبين هذا السستين والشامبين هذا بوك انتو عارف ان الحامبين سستين سيفوز على البوك مأي فيęk مين هو الشامبين ولا يهمني من ذلك اهم شي انه لازم تعرف الشامبين هذا اي واحد من نهم فقط الماتشاب هذا اي واحد منهم التيم هذا اي واحد منهم فخلينا نتكلم على اول شيء المبدأ البسيط اللي نتكلم على طبعا ما حطالك مش البوتلين خلينا نتكلم عن المت دايما كلكم تشتكوا نتكلم على رينكتون ولا انت ميلي طب ميلي واحد من الميلي طب نقول ياسوى ياسوى versus مين اي 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 دي سي اي رينج جيس دايما كثير انا يشوفوا يشتكوا من الماتشاب هذي اللي هو لما تلعب ملي قدام قدام بوك او قدام رينج طبعا رينج في الحالة هذي زي جيس بوك بالنسبة لك كثير ما يعرف الماتشاب هذا عشان ياسوى ياسوى تحت اية واحد منهم كل لازم يسوي ودخل عليك فهذا كل versus اللي هو بوك اباك ترجع للنظرية اللي كتبناها في البداية ايش النظرية تقول عامة ال 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 مين اللي فوز الكل ولا البوك زي ما احنا عارفين the winner is by default بوك طب ايش ايش استفدت من الكلام هذا عرفت والله من يوم ما انا اخترت ياسوى انا عارف انه ايش اسمه جيس اقتلني انا حغير البلد حقي وحغير البات حقي وحغير طريقة الفارم حقتي والعب مرة سيف واجلي استحت التور وعارف اني ما اقدر اخش عليه وانتبه ما ينقص لي هلثي واستنى الجنج الحقي يجي فالعب على الفكرة انت يعني المقولة المشهورة اللي يقولها دائما كثير نلاقيها اعرف نفسك واعرف الانمي حقك وصدقني ابدا ما حتنهزم فاللي تبغى تسويه انت تبغى تكون انت عارف الشامبيون اللي انت اخترت والشامبيون اللي قدامك الماتشاب هذا لمين مين اللي يفوز فيه انا عارف انه جيس يفوز فيه خلاص اقلب سيف استنى الجنجل قل للجنجل حقك من بداية القيم يا جنجل انا احتاج مساعدتك لا تروح تفرم تحته لانه من يوم ما تجي تقرب تفرم تحته عشان تاخد سي اس يقوم يضربك ثلاثة اربعة ضربات فاهمين فwe have to play safe we have to make sure ان احنا نعرف الماتشاب حقتنا نفس الشي نروح مد لما نروح مد مثلا سندرا versus انا انا مشكلة عندي في المد مشكلة صراحة ما عارف الماتشاب زي الناس ولا هادف فيمكن انا انا ما ينفع انسى على السؤال هذا versus البي versus يلا لقس اوكي عارفين سندرا اه اظننا هذي برضو بوك versus بوك الاثنين كلهم بوك فبلاس نتكلم على الماتش يعني برضو اظن بوك versus all in صح او كل برضو بنفس الطريقة سندرا versus يعني السندرا is better على الساس تكرت بوك من بعيد يعني رينج حقها ما يوصل لها انا كل ما تقربت بتفرم سندرا تضربها من بعيد something like that طبيعي سندرا تفوز فلازم انا يلعب safe يلعب من بعيد يتأكد انه ما هو في الرينج حق حق البولز حق سندرا and against it طبعا لما نخش في البوت البوت عشان في لعبين ضد لعبين الفكرة تتغير بشكل ما ADC and the support اللي حدد الماتشاب دايما يقولو بالبوتلين هو support اللي حدد الماتشاب ليش لانو انا ADC مثلا let's see انا اخد لوسين لوسين ايش يا شباب بس قام السبورت حق ياخد سراك سراك ايش يا شباب سراك سستين فصار احنا ككل سستين بالمقابل هم اخدوا driven and سيون kill and kill ليش دايما اقولوكم يا شباب لما تختار champion لما تلعب بوت حاول تختار champion support من نفس الفعه حقتك ليش عشان يكون بينهم synergy مرة كويس يكون بينهم توائم مرة كويس لوسين kill بس سراك سستين لوسين يبقى يخش بس سراك ما يقدر يساندو بس يجلس يورد في المقابل driven بيدخل وليون تبقى تدخل فالاثنين هادولا لو دخلوا على لوسين وسراك حيفوزوا فإحنا هنا نتكلم على زي ما قلت لكم لما نكون نتكلم على usually support usually على عادة support هو اللي يحدد الماتشاب فالماتشاب هذا صار هادول كامل سستين هادول كامل سستين مقارنة بهادول كامل kill الكامل الكل هم اللي حيفوزوا على الكامل سستين فالماتشاب حق البوت مختلف حبتين عشان زي ما قلت لكم فيها اتنين بعدين نروح نشوفها على الجزء الاكبر اللي هو ال team ككل خمسة اشخاص عندنا خمسة اشخاص نقول مثلا و و و يلا و جنغل و ليونا ليونا و لكسمت بلاش لكسمت خليها لكسمت نسهلها و معانا support اموم مسلا ايش ال team هذا ال team هذا اهو كله كله كامل تقريبا معادة بس عامة كteam كل team بالمقابل عندنا زد مد وتحت مسلا و نامي وجنغل رنقار وتوب رنبل يلا بلاش رنبل خلينا لعب واحد يا شيخ جيس هادولا كteam او بالاصح عندهم شوية disengage وسustain sustain لاش disengage خلينا نحط بلاش نقول نامي خليها sustain فهدولا لازم يلعبوا يجمعوا خمسة ويتضاربوا وهدولا لازم يلعبوا ويرسلوا split pusher مين حيفوز لو صار team fight ما فيها كلام التيم هذا فانت لو انت في التيم هذا انت ما تبغى تسوي team fight يا شبب ضاربوا وانتو تبغوا تلعبوا split push تبغى ترسلوا الناس في الاطراف يروحوا يدفوا عشان يرسلوا لقس عشان تقدروا تقتلوا واحد واحد انتو دخلتوا في team fight انتو مهزمين فانت بالمعلومات هذه لما تجمعها مع بعض انتو هتعرف انو team هذا لما يتجمع مع بعض انت خسران ليش تجمع مع بعض لا تقول team let's team fight نجمع مع بعض لا حبيبي lt 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 مدتو حتى لو كنتوا متقدمين وطائرين حتى لو كنتوا مرة متحسنين حتى لو كنتوا اعلى kills حتى لو كنتوا حتى لو كنتوا حتى لو كنتوا فعامة لما نبقى نتكلم على compositions أو كteams كاملة team الكبير team teams عندنا انواع engage اللي هما كل نفس الشي disengage أو sustain disengage team push team أو comp نسميها comp يعني composition نسبب وإيش الأخير ما في sustain برسي بس عندنا اللي هو البك فنفس الطريقة ال engage يفوز على نفس الفكرة نفس هذي قاعدة العامة يفوز على الكل نسي thank you poke comp البوك يفوز على فالفكرة في الماتشابس ولا في الكاونترز كلها تخش في القاعدة هذه القاعدة هذه سهلة لو جيد طبقتها للشامبين السؤال الوحيد اللي باقي تطرحه على نفسك هذا يخش في اية جزء من الناس بعدين تطبق القاعدة على طول احنا الماتشاب حقنا بوت انا ازريل وثريش ازريل بوك المفروض انه السينيرجي بينهم مو كويس بس عشان حمادة او تي بي ولا ثريش بوت او تي بي مايلعب للشامبين هذا نلعب مع بعض كويس بس لما نطلع هايري لو الله اراده وصلنا دايمند هنبدأ مرة نتعب مع الماتشاب هذا لانه حيت كونتر مرة سهل ياخدو لك جن ولا كيت ومورغانا ولا ياخدو لك كيت وزايرة وانتهينا بس عشانهم اختاروا كاونتر مرة كويس في الماتشاب اوكي فالكاونتر ماتشاب هذي تفرق مرة كثير في الهاير وما تفرق مرة كثير في اللو فتبغى تتعلم الاساسيات هذي عشان تعرف من هنا وانت رايح قدام ايش تسوي قدام الماتش بحق انا لما نشوف فين قدامي على طول عارف انها انا ابغى حاخد اخد بوك اقول لحماد اخد بوك نبهدلها في اللين نبهدلها ميت جيم نبهدلها ليت كيم اوكي فنرجع لنفس الفكرة اللي تكلمت عليها في بداية الفيديو اتعلم تلعب كذا تشامبيون في نفس الرول ليش؟ عشان تلعب تشامبيون في كل رول من النظرية هذي يكون عندك واحد بوك يكون عندك واحد سستين يكون عندك واحد كل يكون عندك واحد ديس انجيج ينفع في الماتشاب هذي عشان لو التيم اختاره كومبوزيشن محدد انت عندك الشخصية اللي تتوائم مع الكمبوزيشن هذا ما تبغى تكون الكمبوزيشن حقك كله اول ان وانت ما اخد لي سبليت بوش فهمين؟ فمره ضروري يا شباب تتعلم على كذا شخصية وتلعب مره كثير بالشخصيات هذي مو تعلمت الشخصية ورح دخلت الترينينج سويت الترينينج دخلت اللي بوت جيم ما تعلمت لا تتكلم على خمسين الى مية جيم بالقليل على كل شخصية من الشخصيات هذي وتتمكن من المايكرو حقها وتتمكن من امكانياتها وتتمكن من كل حاجة فتريكوب النظرية الجديدة هي اللي تهم النظرية القديمة برضو ما زالت مهمة لانو هذي 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 اكثر من اكثر على على من انها على الشخصيات هذي تفرق في الشخصيات وزي ما قلنا يا شباب المد والتوب سولو سولو لين الجنجل سولو سولو لين برضو بنفس الطريقة البوت هو اللي يتغير فيه الماتشاب يتحدد على حسب السبورت لانو فيه اتنين وعلى حسب الماتشاب حقك انت تشوف مين اللي يفوز فان شاء الله شرحنا كل المعاني كل كلمات كل واحد منهم عارفين ايش معنى كل عارفين ايش معنى عارفين ايش معنى عارفين ايش معنى ايش معنى كلمات هذي كلها وان شاء الله هحاول لحطها برضو في ديسكريبشن حق الفيديو عشان لو اي احد شافها هحاول نشوف لها ترجمة العربي لها معنى لها معنى كده مباشر عشان وبكده يا شباب خلصنا شرح اليوم الله يعطيكم الصحفة العافية إذا عجبك الكلام اللي انت شايفه هذا سوي سبسكرايب سوي فولو في تويتش اندي انا سوي ستريم يومي ساعة ساعة مستوقيتة بتقريبية السعودية تقريبية بتقريبية السعودية كل يوم لا تنسى تشير يا شباب تو سبورت يعني هذا المرجو المطلوب والله يعطيكم الصحفة العافية نشوفكم على خير إن شاء الله في الفيديو القادم ترون داو ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر